مؤتمر دولي جديد لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن يأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي سينطلق الثلاثاء وسط دعوات من المنظمات الدولية للمانحين للإيفاء بالتزامات امتجاه هذا البلد خصوصاً فيما يتعلق بالشرائح التي تعاني من وضع غذائياً حرج بما في ذلك مليون وسبعمائة ألف طفل ومرأة حامل المؤتمر دعت إليه السعودية وسيعقد عبر تقنية الفيديو المغلق ويأتي ضمن سلسلة المؤتمرات السنوية التي يعقدها المانحون الدوليون لدعم خطة الاستجابة الإنسانية السنوية بشأن اليمن وسط مشاركة متوقعة لمائة وعشرين دولة ومنظمة يتوقع منظم هذا المؤتمر الحصول على ملياري دولار وقد استبقت السعودية انعقاد المؤتمر بالتبرع بخمسمائة مليون دولار منها خمسة وعشرين مليون ستخصص لدعم القطاع الصحي وإجراءات مكافحة وباء كورونا المستجد هذه المرة لم تعلن الإمارات وهي الشريك العسكري الرئيس في التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن عن حجم المبلغ الذي ستخصصه لدعم خطة الاستجابة الإنسانية وعما إذا كانت ستدعم خطة الاستجابة أم لا واكتفت بتصريحات لمندوبتها لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة التي امتدحت دعوة المملكة لانعقاد هذا المؤتمر يأتي ذلك فيما شدد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يينيس لاركيه على أهمية وفاء المانحين بالتزامهم بتقديم الدعم لليمن وبأسرع وقت ممكن بالنظر إلى ما يعانيه الملايين من اليمنيين من النزوح وسوء التغذية وتفش الأمراض وخاصة فيروس كورونا المستجد وحذر لاركيه في مؤتمر صحفي عقده في مدينة جينيف السويسرية من أن عدم توفر التمويل المطلوب سيؤدي إلى تخفيض المكملة الغذائية لمليون سبعمائة ألف طفل ومرأة حامل مما قد ينجم عنه وفيات لأسباب يمكن الوقاية منها ومن جهتها أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيت بيرز حاجة البرنامج لمائتي مليون دولار شهريا لتمويل برامجه مؤكدة أن فيروس كورونا يشكل تهديدا على أطفال اليمن بشكل خاص فيما أوضحت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شاب يامانتو أن المفوضية تحتاج إلى نحو 90 مليون دولار لحفاظ على استمرارية برامج المساعدات المنقذة للحياة